المتابعة للموضوع ومتابعة للموضوع ينضم علينا عبر الهاتف مباشرة مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية محمد الجبري حياك الله معنا يا هلا حياك الله سعى المباركة يعني بداية اجتماع للجنة وصفة بالمهم غدا بخصوص الخطوط الكويتية لماذا؟ نعم بداية اشكركم على تحت هذه الفرصة احنا بكرا ان شاء الله ان الاجتماع بالجنة المالية رح يعقد في الساعة 11 نص بحضور الهيئة العامة الاستثمار والتأمينات لإضافة بعض التعديلات التي تقدم فيها بعض الأخوة الزملاء اللي لا تنس حقوق الموضوعين وهذه النقطة اأكد عليها من خلال قناتكم في وجهة نظر الحكومة من خلال السهم الذهبي وايضا هذه النقطة احلامة المسكين فيها ان يقولون السهم الذهبي ما يترك بالمطلق لازم يحدد كيف يشتخدم السهم الذهبي طبعا احنا في وجهة نظرنا ان السهم الذهبي هو حماية للموظف بعد دخول الشركة الاستراتيجي من اي تأسف حماية للاتفاقيات اللي اقدتها مؤسسة الخلط الجوية الكويتية حماية ايضا ان يكون وجود سهم ضروري ليكون الناقل الوطني والشعار الخلط الجوية الكويتية مستمر السهم الذهبي حماية لان انت عارف في مئة شركة استراتيجية ويحصل على نسبة 35% ممكن ما يتقيد فيه في اي امور تحتاجها الدولة في حالة سمح الله حدود مشاكل او قوارد فيه مثل ما حصلت البلدان بالدول العربية فالسهم الذهبي يفرض على هذا المستثمر او الشرك الاستراتيجي بتسجيل رحلات لجلب مواطنين في حالة حدود اي توارد بالاضافة الى تعديل ان يسمح للشركات محلية في المزايدة علنية والشركات العالمية والاجنبية انها تشارك في المزايدة علنية هذه اعتقد انها راح تكون من اهم التأديلات وهو راح نناقشها واذا تم الاطناع فيها بشكل واضح ما اعتقد انها راح يكون بيننا وبين الحكومة خلاف لكن ما اشدد عليه وأكد عليه هو حقوق المواطنين لن نزازل عنها راح نقرح ان شاء الله بتواضح حكومة نيابي بكرة في اجتماع المجتمع المالية طيب هل حددتم اولويات اللجنة لطرحها على لجنة الاولويات وما هي هذه الاولويات الى الان احنا 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 طبعا من اهم اولوياتنا القانون البيعوتي بالاضافة الى الغرضات الشعبية احنا نتكلم فيما يخص الاجتماع بكرة وخاص في التأديلات على خاصة القانون الكويتية راح ان شاء الله ننتهي من القانون بكرة على حسب يعني القعود اللي اخذناها من وزير المالية متمتبه الاستثمار الوزير ما راح يكون حاضر لسفرة تغددنا خارج الكويت لكن راح يكون هي الاستثمار والتأمينات موجودة بكرة وراح ان شاء الله نخلص التأديلات بأسرع وقت ممكن كونها ان تم الموافقة عليه في المجلس المبطل نفس هذه التأديلات وقام في توافق حكومي نيابي على هذه التأديلات فشفنا العملية يعني طولت فلا يمكن ان نقبل على اخوانا المبطفين ان اليوم تقريبا راح يكملون سنة بدون الرواتب وهذا ما حد يقبله ولا نائب يقبله حتى حكومة ما تقبل في شيء هذا نحن حريصين على طاع الموظفين كامل حقوقهم وان شاء الله بكرة راح نطلع بنسائج ايجابية في موضوع اخر كيف تقيم برنامج عمل الحكومة الذي تم تسليمه للمجلس طبعا برنامج عمل الحكومة اقدر اقول ان كان المفترض ان يكون برنامج افضل كنا نتمنى ان يكون البرنامج بفترة يعني يحدد الفترة الزمنية على على المشاريع التي تقدمت فيها ولكن احنا تونى في بداية المجلس في بداية التشريعي فلذلك نتمنى ان يكون هذا البرنامج جاد وتكون الحكومة جادة في وضع البرنامج وحنا سمعنا النطق السامي في الجلسة وسمعنا كلمة رئيس مجلس الوزراء فلذلك نتمنى ان نتطبق هذه على ارض الواقع في اقرب وقت وسوف يكون لنا تعليق ان شاء الله في دقاءات اخرى بعد ما نطبع بشكل واضح ودقيق ومفصل على البرنامج الحكومة طيب في موضوع ايضا اخر ما هو موقفكم من الوثيقة التي قيل انها تستهدف التضييق على شباب الحراك لا يمكن ان نقبل في هذا الامر على حسب المعلومات انها كانت الوثيقة في المدس المطلطاني ولا يمكن ان نقبل في تضييق الرياح على الشباب ان هذول اعياننا هذول اعيان الكويت لا يمكن ان نقبل في اي شيء يمسهم ولا نقبل في تخوين اي مواطن كويتي ابدا وايضا لا نشك في ولا الكويتين لبلدهم في المدس لا يمكن ان نقبل في هذه الوثيقة وسنتحرد دقة من هذه الوثيقة وانفو سيكون لنا موقف لاذن الله ما هو دوركم او موقفكم الذي سوف تتخذون كنواب في حال لهذه الوثيقة وغيرها طبعا راح يكون لنا موقف جاد اذا تبدأت هذه الوثيقة ولحسب المعلومات ان كانت في المدس المطلط الاخير وتمنى فيها لكن راح نتأكد وراح نتخذ الاجراءات اللازمة في حين بإذن الله نعم مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اناب محمد الجبري شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة